السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أنا وسألن بكم معكم دكتور إبراهيم عيسى إن شاء الله النهاردة إحنا هنتكلم عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول لوفا اكتيف لوفا باسيف كتير من الطلبة بتسأل إزاي يا دكتور إحنا هنقدر نحول الجملة من المبني للمعلوم للمبني للمجهول في البداية بس أنا عايز أقولكم إن جملة المبني للمجهول ما بيجيش ألا من جملة تكون المفاول فيها مفاول مباشر زي ما هنشوف كده مثال قدامنا المدرس في يشرح الدرس هنا الجملة اللي قدامنا ديت اللي هي الجملة ديت أما أجيب أشوفها فهلاقي الفاعل هنا مدرس والفاعل والليسان هنا المفعول والمفعول ده مفعول مباشر أما أجي حولها المبني للمجهول فبقول لا لسان لاحظت إن هنا في تغير حصل في الجملة المبني المجهول إن هنا بدأت بفعول الجملة المعلوم الأولانية لا لسان بقت هنا فاعل لا لسان وهنا يبقى أنا عندي هنا خطوات أنا لازم أن أمشي بيها أول حاجة واحد يعني أنا أقول طريقة تحويل الجملة من مبني المعلوم للمبني المجهول أول حاجة مفعول جملة المعلوم يصبح فاعل جملة المجهول فين الجملة المعلوم اللي فوق هيت فين المفعول اللي فيها لا لسان لا لسان هنا هو تبقى فاعل في جملة المجهول فبقول مفعول جملة المعلوم اللي هي لا لسان يصبح فاعل جملة المجهول بقت لا لسان هنا فاعل طيب الخطوة التانية فاعل جملة المعلوم يصبح مفعول جملة المجهول مسبوء ببار غالبا هنقول غالبا ليها في الشرح هنفهم دلوقتي ليه بقول غالبا لان في حالات هيكون فيها ده طيب فين فعل الجملة اللي هي المعلوم البروفيسير هيت هتبقى في جملة المجهول مفعول ومزبوط بحرف الجرر بار وفي الحالة دي انا بقول بار البروفيسير في الحالة دي بقول بقى مفعول مجهول اسمه اسمه مفعول المجهول الخطوة الثالثة هنأتي بفعل اتر في زمن جملة المعلوم مع الفعل الجديد من الفعل الجديد هنا طيب فعل اتر مش موجود فوق هنا في جملة المبنى للمعلوم بجيب انا اللي سان بيسوي ايه يبقى فير با اتر هيتصرح معا طيب اهم شيء خب بال جملة المعلوم في انهي زمن يعني البروفيسير اكسبليك لالي سان في انهي زمن هنا مضار يبقى فعل اتر بجيبه من عندي ومع الفعل الجديد اللي واللاليسون وحطه برضو في زمن المضار طبعا لازم ان نبقى حافظين فعل اتر في جميع الازمنة انا قلت الكلام ده اكتر من مرة في كذا فيديو ان فعل اتر وفعل افوار من الافعال الاساسية اللي لازم ان نحفظها في كل الازمنة وفي كل الصياغ اللي عندي طيب اقول لاليسون اتكسبليكي بار لبروفيسير يبقى انا اول خطوة خليت المفعول فاعل ثاني خطوة خليت الفعل مفعول مسبوك ببار في الغالب ثالث خطوة نأتيب فعل اتر في زمن جملة المعلوم مع الفعل الجديد طيب يبقى هنا اجبت اتر بقى مع اليل والقال ايه طيب رابع خطوة نأتيب اسم المفعول من فعل جملة المعلوم الجملة المعلوم اللي هي بروفيسير اكسبليك الفعل اللي عندك في ان هي زمن قلنا في المضارع فاجبنا فعل اتر في المضارع عايز اجيب منه اسم المفعول اسم المفعول من فعل المجموعة الاولى بشيل الار وحط الار على الار اكسون تيجي طيب نضع تبعية ده رقم خمسة لاسم المفعول اذا لازم الامر طيب ده مفرد مؤنس لاليسون فمحتاجين هنا تبعية هي تحطناها بقت اكسبليك اخرها او كمان زيادة للتبعية الاككور لان الفعل المفرد مؤنس وبحط مع ا ولو كان جمع مذكر بحط اس ولو جمع مؤنس بحط اس يبقى ده الخطوات اللي انا عندي بيها بحول الجملة من مبنى المعلوم من مبنى المجول اول شرطة عندي ان لازم يكون المفعول في جملة المبنى المعلوم هنا مباشر يعني ما فيش قبل منه حرف ايه جر يبقى ان الليسان بساوت ايه يبقى ده جبت فعل اتر مع فعل الجملة الجديد في الزمن الجملة المعلوم ربع خطوة جبت اسم المفعول من الفعل الموجود في المبنى المعلوم بقى رابع خطوة او خامس خطوة بيحط تبعية اذا لازم الام يبقى ده الخطوات اللي انا بعملها بخلي المفعول فاعل والفاعل مفعول مسبوك بار بجيب فعل اتر بحط اسم المفعول وحط تبعية اذا لازم الام طيب مثال عشان نوضح للطلبة بصورة اكتر هنا الطلاب بيجمعوا او الاطفال بيجمعوا وبيلموا الفاكهة هنا الجملة اللي عندي فورم اكتيف او واكتيف يعني مبنى للمعلوم عايزين نحولها لمبنى للمجهول في خطوات عملناها تاني الشرط الموجود اه الشرط الموجود ان المفعول اللي هنا يكون مباشر هنخلي الكمبل موضوع بجيب دي راكت اللي هو المفعول المباشر ده هنخليه فاعل فشايفين هنا السي او دي بقت سجاب بقت فاعل يبقى فروي كمفعول في الجملة المعلوم بقت فاعل في جملة المجهول تاني خطوة ان اللي هي فاعل في الجملة المعلوم بقت مفعول بقت مفعول مجهول في جملة المجهول ثالث خطوة هنا الجملة دي في زمانها مضارع فالفاك هجمع يعني إيل الجمع فحطت صن رابع خطوة الفاك هجمع مجمع أولى فشلت الار وحطت أكسونت جي هنا هو هنا بقى حطتنا أكسونت جي خامس خطوة الفاك هجمع مذكر باللور الفرنسية فحطت اس في الآخر بقت الجملة وده بقت المبني للمجهول اللي هو عندي في الجملة يبقى أنا لازم نأخذ بالي هل الجملة مفعول مباشر وبعد كده أحول الجملة من مبني المعلوم لمبني المجهول بأخذ الخطوات واحدة واحدة إن المفعول بتاع الجملة المعلوم بقى فاعل وإن فاعل الجملة المعلوم بقى مفهول وجبت فعل قتر من عندي مع الفعل اللي هو الجديد واشوف الزمن ايه يعني عشان احط فعل قتر برضو في الزمن يعني هنا مضارع يبقى فعل قتر في المضارع وانشوف الامثلة الجاية توضيح للكلام ده خطوة خطوة مع بعضنا عشان نفهم المبنى المعلوم والمبنى المجهول وبعد كده بنجيب هنا اسم المفهول من الفرب اللي عندي وحط اكور تابعية اذا لازم الامر طبعا هنا الفكهة وجمع المذكر في حطيت اس امثلة اكتر عشان نوضح للطال في عندي اجزام اجزامبل هنا عندي بير رقم واحد بير دي كروشيرا لتليفون طبعا هنا فتير سامبل هنا مستقبل بسيط لان هنا قدر المصدر زائد نهايات الفتير سامبل الترمينيزان اللي عندي هنا النهاية هنا المصدر زائد النهايات بتاعت المستقبل فهنا فتير سامبل هعمل ايه هخلي التليفون هنا فاعل وبير هنا مفعول او مبني مفعول من المجهول واسبقه ببار فاقول له تليفون وهنا بار بير الخطوة التانية او التالتة بحجيب فير باتر طب هنا مستقبل يبقى فير باتر في المستقبل يبقى لازم يا شباب اللي انا قبل ما ابدأ التحويل الجملة من مبني المعلوم من المبني المجهول اخد بالي من جميع الازمنة يعني الازمنة عندي او بالزاد فاعل اثر في جميع الازمنة وااخد بالي الجملة الاساسية اللي عندي للمبني المعلوم الزمن بتاح ايه هنا مستقبل خلاص يبقى فاعل اثر في المستقبل مع الفعل الجديد فبقى سرا لو تليفون سرا دي كروشي انا باجيب الخطوة اللي بعدها انا باجيب اسم المفعول من فعل اللي عندي فوق اهو فبقى دي كروشي فعلا مجمع اولى باشيل الار واحط اكسنت في جيه على ا واحط تبعية ازا لزا من امر طب التليفون هنا مذكر تليفون ايبقى انا مش حط تبعية مش محتاج احط تبعية واحط الجملة لو تليفون سرا دي كروشي بار بير ايبقى هنا حولت الجملة من معلوم لمجول طب مثال تاني الجندارم اللي هو رجل البوليس اعطى مخالفة او الشفاء ايبقى الرجل المرور او رجل اللي هو البوليس اعطى مخالفة للسوا الجملة اللي عندي في زمن ايه في الباسي كومبوزي في الماضي المركم طيب اول خطفة هعمل ايه فين المفعول اللي عندي واحد يقول لي هنا اماند ايه صح لكن اقول شوفر لا ده مفعول تاني يبقى مين اللي هيبقى فاعل ايناماند ها ان ده مفعول مباشر احنا قلنا بنشتغل على مفعول مباشر بس فهنا ايناماند بقت فاعل وجندارم بقت مفعول مجهول مسبوء ببار بار لجندارم ها جندارم اجيب فير بقاتر بقى عندي في زمن الجملة المعلوم اللي عندي هنا مدو مركب يبقى فاعل اتر في المدو مركب يبقى جندارم ادني ايناماند او شوفر يبقى ايناماند اي تي دوني بار لجندارم او شوفر حولنا واحدة واحدة او شوفر خلينا ايناماند فاعل وجندارم مفعول مجهول مسبوء ببار بار لجندارم واجبنا فيرب اتر مع الفاعل الجديد بقت اي تان ان اماند بتسوي ال اللي هو التروازيان برسون دوسانجولي الشخص التالت المفرد وهنا حطيت اسم المفعول هو اقال لحسن الحظ وموجود عندي فوق لان هنا ده مدو مركب يعني هم محتاج اسم مفعول فيه فبقى دوني وقول بار لجندارم واو شوفر تيجي في الاخر خالص يبقى المخالفة اعطيت للسواء بواسطة رجل المرؤ مثال كمان رقم ثلاثة امقول الجملة هنا فانه زمن في في الماضي التام طبعا لانديكاتيف للصيغة الحقيقة لازم شباب الدرس بتاع الواء اكتيف الواء باسي فيبقى انا حطت ايدي على جميع الازمنة وجميع الصيغ عشان اقدر اشتغل علي فبقول لليون اعفو امانجي لاجزال الاسد اكل الغزالة او كان قد اكل الغزالة ان هنا بلوسك بار في ماضي تام طيب التحويل قبل ما نشوف الحل هيبقى لاجزال هي الفاعل ولليون هي مفاول مجهول مسبوء ببار اهي لاجزال بقت الفاعل ولليون بقت بار لليون اجيب فيرب اتر عندي مع الفاعل الجديد الفاعل الجديد ولا لاجزال اللي اقل بقت امانجي واجيب اسم مفاول اسم مفاول موجود عندي في الجملة تمام وحط هنا تابعية عشان جزال المؤنس في حط التابعية مثال اربع رونالدو ماركي ان بي سجل الهدف يبقى هنا ان بي هيبقى هي السجاء الفاعل ورونالدو هتبقى مفاول المجهول وهنا ماركي في ان بارفة يبقى جيب في ان بارفة وبعد كده مجموعة اولة يبقى هجيب الفاعل في المصدر الاول كده على جنب وهلاقى اخره ار هشير الار وحط على اكثر طيب هحط تابعية ولا انا هنا مش محتاج لان هنا الفاعل مفرد ايه مزق رقم خمسة الجملة هنا الفاعل هنا متصرف في المستقبل في المستقبل البسيط فبقول ستاكتر هتبقى هي الفاعل وبر الفوتوغراف هي مفعول المجهول مجبوعة وهنا مستقبل يبقى هنا هحط سرة في مع ال المفرد واجيب من اللي هو واقول هل محتاج تابعي لا لان كلمة اكتر هنا مذكر فاقول ستاكتر سرا سويفي بار الفوتوغراف رقم ستة جون ايكخي ستلاتر الجملة هنا زمن اي اي و لازم احد زمن الجملة واشوف المفر مباشر وان مباشر عشان اعرف اشتغل واجيب الفوا باسي بقول جون ايكخي ستلاتر هنا باسي كومبوزي بقول ستلاتر اي 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 بار جون اي هنا ستلاتر بقى الفاعل و جون بقى هنا مجبوء بار وهنا فيرب اتر هجيبه في الباسي كومبوزي مع لاتر اللي هو ال ثلاثين برسون دو سنجولي اي ت و فيرب اكرير البرتسيب باسي موجود عندي فو جاه اذا هو هنزله زي ما هو الخطوة الاخيرة الخمسة الاخيرة اشوف انا عندي محتاج تابعية ولا لا طبعا ستلاتر الخطاب مؤنس فحط هنا اكور في الاخير فاول ستلاتر ايت اكريت بارجان طيب المسال ركام سابع لا سنجولي دو تلفون رفيا مي بار رانت التلفون بتاتي اي قزت اللي باوين او بابا او 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 يعني باو هنا لا سنجولي دو تلفون رفيا مي بار هنا باسي سابل يقوم هنا باسي سابل في الماضي البسيء يلا احتاج احط في الاول اتفاعل و سنجولي دو تلفون باقيت مزبوط بار واجيب فارب اتر في الباسي سابل باقيت فور هنا اقول طبعا اجيب من فارب فاعل المجموعة اولة وحط الاخور التبعي في الاخر يبقى انا كده عندي امثلة على ال 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 اكتيف وال و باسيف لازم ااخد بالي من الامثلة اللي عندي دي يد واتدرب عليها كويس وهنقول امثلة اتر امثلة اخرى انا هركز على جملة واحدة طبعا نفس الجملة بس هجيبها في ازمنة مختلفة علشان الطلبة تاخد بالها من ازاي هجيب في زمن الجملة اللي عندي والتبعية والكلام ده كله ناخد بالنا من الكلام ده في الامثلة اللي جاية رقم واحد امقول الحطاب يقطع فرع الشجرة ده يبقى اقول هنا مضارع بسيط في الانديكاتيف طبعا في الحقيقة ف هي تبقى الفاعل و هيبقى مزبوط ببار في الاخر وهنا الجملة في زمن المضارع فهقول ايه برب اتر مع ال بقت ا كوبي بجيب هنا بارتسيب بصي اسم المفهوم من البرب اللي عندي في المبني المعلوم بقت كوبي وحط اكور تبعية في الاخر فبقول سات برانش ايه كوبي بار لبشخون يبقى ايه 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 جبت الجملة في الواء باسيف ايه ايه على رقم اتنين بقول هنا الجملة في الفتير طبعا ايه في الفتير سامبل في المستقبل البسيط فبقول سات برانش سرا كوبي هنا مستقبل فهنا في الجملة الاولانية كان مضارف ايه لكن هنا سرا كوبي بار لبشخون ثلاثة لبشخون كوبي سات برانش كوبي هنا ان بارف انديكاتيف برضو فبقى سات برانش ايتي كوبي بار لبشخون انا جايب بجملة واحدة بس اخذ بالك من الفتير تغير كيف هنا في رقم واحد مضارع هنا اثنين مستقبل بسيط ثلاثة في الان بارف اربع لبشخون اكوبي سات برانش هنا لبشخون اكوبي هنا بسيط كومبوزي فاسات برانش ستكوبي بار لبشخون الطريقة قدام نهيت احنا عرفنا اكيف نخلي المفعول فاعل وفاعل مفاعل مزبوط ببار او كومبلم دعجان وبعد اجيب بربي اتر مع الفاعل الجديد ونفس الزمن الجملة اللي عندي المبنى المعلوم وبعد اضع البرتسيب اسم المفعول وبعد اشوف انا محتاج اكتبعية ولا لا طيب يبقى اربعة لبشخون اكوبي سات برانش بص سات برانش سات برانش خمس لبشخون اكوبي سات برانش هنا بلوس كو برف ماضي تام يبقى سات برانش اكوبي بار لبشخون طيب ست لبشخون كوبا هنا بص سام برانش يبقى سات برانش في كوبي بار لبشخون يبقى انا لازم اعرف تصريف في جامعة الازمينة وفي جامعة الصيغ عشان يساعدني في حل المبني المبني للمجهول نبص على الست امس الادول تاني بقول واحد لبشخون كوب سات برانش يبقى سات برانش بص كده على واحد ا كوب اتنين سورة كوب تلات ات كوب اربعة ات كوب خمسة ست في كوب يبقى هنا اخب بالي من اشكال او الازمينة الموجودة عندي عشان انا بصرف مع الزمن الجملة المعلوم الموجود عندي ومع الفعل الجديد اللي هو مثلا هنا بقى سات برانش طيب في ملاحظات هامة عندي لازم اخذ بالي منها فيما يخص المبني للمعلوم والمبني المجهول طبعا يا شباب انا بقول لكم في ملاحظات هامة نأخذ بالنا منها بخاصة بالمبني المعلوم ومبني المجهول طبعا احنا قلنا قبل كده ان جملة المبني للمعلوم لازم تكون مباشر يعني المفاعل فيها مباشرة عشان نقدر نجيب المبني المجهول من الجملة نفسها. في ملاحظات هامة او الملحوظة عندي من افضل عدم استخدام المبني المجهول اذا كان مفعول المجهول ضمير شخصي يعني افضل اقول يعني يفضل اقولها بدل ما اقول فيفضل استخدم المعلوم اذا كان الفاعل ضمير شخصي او او ايه لو قال في الفاعل كما اقول برضو اخو بالي من النقطة دي اه دي ملحوظة تانية ملحوظة تالتة او برضو في نفس الملحوظة التانية ما اقولش لكن اقول اما اه يبقى هنا اه ملحوظة تانية ملحوظة تالتة لا يأتي المبني للمجول الا من المفهول مباشر في الافعال المتعدية المباشرة يعني زي ما احنا قلنا يعني ماقول سيسيل ا اه ا او اي خي اللاتر اوبول هنا اه اللاتر هنا هو المفهول المباشر فالحالة دي تيجي عادي مبني المجهول اه لكن في المسال هنا اتنظر في المسال الجاية دوات هنا اه اا جاك دبعا ده المفهول غير مباشر عشان في قبل منه حرف آآ ففي الحالة هنا هيبقى مستحيل اللي انا اجيب من الجملة دية مبنى للمجهولة عشان المفعول اللي هو هنا ده اللي قدام مني ده آآ مفعول غير مباشر يبقى لا تأتي الملحوظة الرابعة لا تأتي الافعال المتعدية المفعول غير مباشر يبقى زينا لسه قيل من شوية اول يبقى نفسي انا قلته من شوية هيبقى هنا هنا مش هينفع آآ نجيب منها آآ مبني للمجهول علشان المفعول هنا غير مباشر طيب في حالات تستسنى آآ منها الحالة دي او النقطة دي الملحوظة دي احنا قلنا لازم المفعول يكون مباشر صح طب بالنسبة لأفعال زي فعل يعني يطيع ويعصي ويعفو الافعال ديت آآ بتيجي معانا حرف الجر آآ بس آآ في نفس الوقت ينفع نحول آآ آآ الجملة آآ لغير المبني للمجهول ينفع آآ حتى لو كان الايه المفعول هنا ايه غير مباشر يبقى دي حالات استثنائية خالص التلاتة افعال دول اما اقول يعني التلاميذ بيطيعوا المدرسهم يبقى يبقى هنا آآ الحالة هنا تم التحويل على الرقم من وجود المفعول هنا ايه غير مباشر يبقى ديت آآ آآ يعني حالة هنا شازة مختلفة عن القاعدة يبقى عموما ما ينفعش اجيب مبني للمجهول من المفعول غير مباشر لكن في الحالة دي ينفع مع الثلاث افعال اللي انا لسه ايلهم اللي هو اوبيير والزوبيير وبردوني في عندي ملحوظة خمسة نضع الظرف لو انا عندي ظرف في الجملة فنضع الظرف بين المساعد اللي هو الاوكسيليار واسم المفعول اللي هو بارتسيب باسي اما اقول اينورانج الجملة اللي قدامنا دي مبني المجهول فبقول اينورانج سيرا بيان تو مانجيه باري ابراهيم يبقى البرتقال ديت هتوكل بواسطة ايه ابراهيم قريبا يبقى انا في الحالة ديت حطيت الظرف ما بين الاوكسيليار اللي هو المساعد او اللي موجود عندي يعني هنا هو وبين الايه البرتسيب باسيه اه في الجملة ديت الملحوظة السادسة اه ازا كان الضمير ان فاهم مش هنستخدم مفعول مجهول لو اكم بالموت داجون يعني مش هيبقى عندي بار لأ طبعا هنا المفعول هنا مباشر اه يبقى تاني يا جماعة تاني يا شباب بالنسبة الملحوظة السادسة ازا كان الفاعل الضمير ان لنستخدم مفعول ما اقول لكم بالموت داجون اه اه هنا المفعول زي ما اتنا شايفين هنا مفعول مباشر عادي قال اصوت اه بس هنا الفاعل هنا 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 اه شخصي هنا ففي الحالة هنا مينفعش اقول فاقول طبعا الجملة مضارع اه يبقى على اترف المضارع ما اقول شي مينفعش احط هنا الملحوظة السبعة لا تأتي الافعال الضميرية في المبني للمجهول لو انا عندي فعال الضميرين في الحالة ديت انا ما ينفعش احط اه مبني للمجهول اقول اه ما ينفعش هنا اجيب منها اسم مفعول اطفال او الاولاد دول بيتشاجروا طول الوقت برضو هنا ما ينفعش طب ما ينفعش ليه عشان الجملة هنا الفعل هنا فعل هنا ايه ضميري او فعل هنا افعال زو ضمري زو ضمري ما ينفعش اجيب منها اه المبني للمجهول الملحوظة السامنة اه التام الملحوظة عندي لا تخلط بين المبني للمجهول والافعال المصرفة مع المساعد اترفي الازمين المركب يعني انا هنا مسلا مقول الجملة هنا لان الجملة يصدق ايه لاب فوليس ارت لوفولير طيب ايبقى هنا الجملة اللي قدامي هنا اه خاص بالمبني ايه للمجهول لكن لما اقول لوفولير ايه باسي بارلوتواء عد على السقف كده او هرب من السقف كده اه يبقى هنا ايه باسي هنا اه الجملة هنا ماضي مركب هنا ماضي مركب فالحالة دي انا بقول على الجملة دي ايه ايه اكتيف مبني للمعلوم يبقى ده مش مبني للمجهول لان من الافعال اللي بتاخد مساعد اتر اصلا يعني اه برضو على سبيل المثال اميرة اتت الساعة تمانية طبعا فعل فينير فعل فينير بيجي او من الافعال اللي بتاخد مساعد اتر ففي الحالة دي بقولي الجملة دي مبني للمعلوم لكن يقول اميرة اتتلت او كتلت بواسطة مجهول يبقى في الحالة دي اه هنا مبني للمجهول لكن ملحوظة تسعة عندي لا يأتي المبني للمجهول من الافعال الحالة في افعال حالة اللي هو مثلا سانبل اه اه دو فينير او بارلير اه باراتر اه الاخره اه ففي الحالة دي ما ينفعش اجيب مبني للمجهول لو اللي فيه البنات دول فاتنات او يعني جميلات ففي الحالة دي انا ما ينفعش اجيب من الجملة دي مبني للمجهول يبقى لو انا عندي افعال حالة ما ينفعش اجيب من ايه اجيب مبني المجول فيها ملحوظة عشرة في بعض حالات كده لا يأتي معها مبني مجول برضو زي مثلا عنده فيلا في الحالة دي ماينفعش اجيب هنا مبني المجول ليه مش هينفع اجيب مبني المجول علشان انا عندي هنا في الجملة لو انا عندي برضو فعل بوفور مش هينفع اجيب مبني للمجول في الحالة هنا ماقدرش اجيب مبني للمجول علشان هنا موجود عندي في الجملة الحالة التالتة يعني فعل ومصدر برضو منفعش اجيب هنا من الجملة يعني هنا هدم او الجدار او جعل الجدار مهدود ففي الحالة دي ماقدرش اجيب هنا مبني للمجول نظرا لوجود فعل زي المصدر فيه امثلة بقى هندرب بقى على امثلة طبعا انا بنصحكم انتم يعني توقفوا الفيديو عشان تتابعوا ولازم ان تتابعوا الفيديو للاخر فيه امثلة مع جميع الازمنة هنا بقى هنا فير باتر زي ما بقول لازم ان تعرف تصريفه فيه كل الازمنة ومع كل الصيغ فيه عندي صيغة الحقيقة مثلا انديكاتيف الحقيقة فيه عندي فيها ثمن ازمنة مع دسمو وفتور وفتور يعني فتور عمل وفتير أنترياً وفتير كومبوزي ومفتير جانباً وفتير صحيح سيبل وانترياً على النظام الأولى على الطريق وفتير عندنا داخل إن أرانج يمانجي بالإبراهيم يعني نحن نجتب الكتابة الأولى يعني نقول إبراهيم مثلا من ج إن أرانج وغير انت في تصريف لأول كتابة الأولى يعني غير في تصريف القملة يعني هنا مضارع احنا خذلها مرة مضارع مرة مستقبل مرة مستقبل أسبق وحكاس إذا فترة نقول إن ورنج مانجي بار إبراهيم فترة سمبل إن ورنج سرى مانجي بار إبراهيم فترة انترى إن ورنج مانجي بار إبراهيم فسي كوم بازي إن ورنج ما دم نركب يعني أن أرانج أ不同 أفضل من إبراهيم في البط deb اللع补 أفضل في البطرة الت accent That's it On نقول بار ابراهيم في الباسي سامبل هقول اي نورانج في مانجي بار ابراهيم في ده الماضي البسيط لك في الماضي الاسبق الباسي انتريير بقول اي نورانج اي 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 مانجي بار ابراهيم فتاخد بالك ان تصريف فير بي اتر مهم جدا مع كل الازمن يبا دي الحقيقة اه وقب بقى الفيديو حاول تتضرب وتعرف في جميع علمย اي اي yet wir the u. hesitate log of the phone السابق في المريض الهوال وح station وانةورانج سي رأي مانجي بار ابراهيم في ساد스� اي 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 ودي تتذب خالب عن ابراهيم في ينتبر للصب هك Cliff ينورانج سواي مانجي بار ابراهيم بل بسيئة القانون بالصريب بل بسيئة هناك جديده أن يُابمر بسيئة بل بل بسيئة قانون بسيئة قانون بالصريب وفي الهدى بل بسيئة قانون بالكابان هناك الشيئ يلغط لكم قانون بالصريب بروش والباسي ريسان ودية بيسموها ازمينة المساعدة وهنا مول طبعا فتر بروش اللي هو زائد المصدر فالجملة مسلا اصلها ابراهيم وا مانجي انورانج بقت انورانج باتر مانجي بار ابراهيم فتخوا ببالغ لو انتم عايزين اكتبها لكم هي بقى اصلها ابراهيم وا مانجي هنا انورانج في الحالة دي خلاص اقولوا انورانج انورانج وا اتر مانجي بار ابراهيم الجملة التانية او الزمن التاني المساعد لما اقول مسلا على سبيل المسال انورانج باتر مانجي بار ابراهيم طبعا ده بصير الصون مدى الحديث فها تبقى الجملة كاد اصلها ايه كاد اصلها ابراهيم فيان ده مانجي فيان ده مانجي اه انورانج اه طبعا انا هستغر لكم بس ده عشان تعرفوا تطيروا المسالين مع بعض او الحالتين مع بعض يبقى هنا بقول ابراهيم ابراهيم فيان ده مانجي انورانج يبقى انورانج فيان ده مانجي بار ابراهيم ان طبعا البسير الصون اللي هو الماضي الحديث بيتكون من الفيرب فيانير زائد ده زائد المصدر في المضارع عادي خالص زائد ده زائد المصدر فبقول ابراهيم اه فيان ده مانجي انورانج يبقى انورانج فيان ده مانجي بار ابراهيم طبعا ده من الافعال اللي ممكن اجيبه طبعا مبني معلوم ومبني مجهول فيه معادي خالص من الازمينة يعني او الازمينة المساعدة اللي انا قدر اجيبنا المبني للمعلوم والمبني للمجهول طب استخدام المبني المجهول انا باستخدمه في ايه يفضل استخدام المبني المجهول عندما نريد تصلية الضوء على الفاعل يعني ايه يقول ايه الميكانيكي سألها السيارة بالسيارة سلحت يبقى هنا انا عايز اركز انا عايز على ايه عن ميكانيسيا يعني lomeكانيسيا هي اللي نريد ابا الى ولا يبقى انا عايز اركز على فاعل ممكن احطه مبنى مجهولة عادي خالص يعني مثلا الميكانيسيان ريبار لو انا عايز اركز على العربية في المسال رقم تسعة اقولي اه 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 ريبار ريبار الميكانيسيان اخليها زي رقم تماني طيب لو انا عايز انا اركز على النتائج الحدث او الحدث نفسه يعني المنزل اه 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 معلش هنا هنحطه تابعيا اه 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 يبقى هنا عايز اركز على الميزان على الحدث ده يبقى هنا حتى تلاقينا انا محطتش بار كزا فانا عايز اركز على الحدث نفسه ان المنزل تم دهانه باللون الازرق او دهنة باللون الايه الازرق اه يبقى هنا يعني مش مهم مين او ببوسطة مين طيب لا يهم من قام بالحدث لذلك لما نستخدم بار كي ولكن همنا هنا او ما يهمنا هنا اه الحدث نفسه هو لا ميزان اه اه ريبانت امبل طيب مفعول المجهول بقى تعارفين طبعا ان انا بقول بار كزا زي ما قلت مثلا لاواتير ريباري بار لوميكانيسيا العربية صلحت بار لوميكانيسيا بوسطة الميكانيكي طيب امتى نستخدم بقى بار هل لازم نستخدم بار كزا اللي هو المفعول المجهول في الاخر لا في اغلب الحالات بنسبة نسبة كبيرة انا بستخدم بار لكن في حالات انا بستخدم فيها حرف الجر ده والحالات اللي استخدم فيها حرف الجر ده امتى لو انا عندي افعال بنسموها الورب ديسكريبسيون افعال الوصف زي مستحب بي مكون من مغطى بي يعني اه مزين بي محاط بي في ده اه معمول من كزا جارني كزا ارني مزين برضو كزا يبقى اه اه في الحالة دي انا بستخدم ده لو انت لقيت الايه افعال من افعال الوصف اتر زائد اه اه حالة من الحالات اللي عندي دي امقول ما ميزون منزل بتاعي مخدام مير بجدار او بصور يبقى انا استخدمت هنا ده بدلا من بار لي عشان وجود اتر ده حاجة وصفية تصف الفاعل هنا مكون من ايه من اه مات اه قطعة برضو انا هنا استخدمت ده ولیسا ولیسا بار لي بقى لی وجود برضو التركيب اللي عندي ده اتر اه قمبوزه يعني مكون من مكون من فا في الحالة دي انا استخدمت ده وليسا وليسا بار اه قمبوزه يعني اتر ده انا استخدمت ده عشان عندي اتر اتر ده انا استخدمت ده انا استخدمت ده مشپار لما يبقى عندي فعال الشعور او المشاعر يعني معناها محبط ادميري معجب امي محبوب ادوري معشو استيمي يعني يحترم من او اي مكرو مقدر كرا وهكزا في الحالة دي اتر ملاقي عندي فرب من فرب المشاعر او الشعور فبستخدم هنا اه ده وليسا بار انا محبط بايه بسبب فشري او المدرس ده محبوب من كل الايه المدرسين خبالك انتبه ان في بعض الافعال تأتي بمعناها الحقيقي فتأخذ بحرف الجر بار وتأتي بمعناها المجازة فتأخذ بحرف الجر ده ديت عايز انتباه شوية امقول العربية ديت اتصابت او اتخبطت من شاحنة نقلة يبهنا المعنى التوشي هنا جاء بصنص بروبر المعنى الحقيقية بتاحها اللي هي الاف رابي يعني اتخبطت طيب امقول جسوي توشي دووتر جونتياس انا متأثر بانقتك وزوءك فهنا توشي هنا مش معناها تصابق معناها ايه معناها جسوي امي معناها متأثر بي عضفيا فهنا الصنص هنا فيجوري المعنى هنا ايه مجازي ففي الحالة دي خدنا هنا دو استخدمنا هنا ايه دو لكن هنا في الجملة الاولانية استدواتي راتي توشي بار ان كاميون هنا خدنا بار عشان هنا المعنى هنا المعنى هنا حقيقية لكن هنا المعنى هنا مجازي برضو مثال تاني امقول هنا اللصوص تم اكتشافهم بواسطة الجيران فالمعنى هنا حقيقية هنا اكتشف او او كده لكن هنا فاستخدمنا هنا بار لكن في الجملة التانية معناها انا مندهش فهنا المعنى هنا ايه فيجوري اه مجازي ففقدنا هنا دو يبقى اه الافعال لو جات بمعنى الحقيقي تاخد بار ولو جات في المعنى المجازي تاخد دو طيب هل انا عشان اجيب المبني للمجهول لازم ما نستخدم الطريقة بقى اللي احنا شرحناها طول الفيديو دي تولى فيه ممكن اه طرق تانية لا فيه طرق تانية اه ممكن بيها اجيب المبني للمجهول اه اول حالة عندي اه الفعل الضمير لزو المعنى المجهول وكان انا اعرضت ده في فيديو سابق اه انواع الافعال الضميرية طبعا الفيرب يعني انا مسلا عايز اقول ايه انا شربت الشاي اه وهو سخن طبعا عايز اقول الشاي تشرب سخن يبقى يبقى هنا دي طريقة تانية خالص بعيدة عن القاعدة اللي احنا شرحناها النهاردة بس الطريقة دي او الجملة ديت اه تنم على ان هنا فيه معنى مجهول لت برضان لت شاي سبوا سبوا شو اتشرب سخن او المنتجات بتتبع بشهولة خالص يبدأ اه طريقة من طرق التعبير عن المجهول او المبني المجهول ان ان الت هو اللي واقع عليه الحدث وليس هو القائم بالحدث وبرودوي هي اللي واقعت عليها الحدث وليس هي اللي قامت بالحدث لت سبوا شو او او لبرودوي سفند فاسيولمان نيجع على الطريقة التانية فيرب اه زائد المصدر امقول هنا دي برضو طريقة من طرق التعبير عن المجهول ان هنا الجنود او الرجال الشرطة يعني هما اللي اخلوا المبنى هما اللي اخلوا بفير زائد المصدر احيانا بيدي معنى المجهول امقول ايه فير اه خرج فير مانجي اكل فير بوار شرب ايبه هنا اه هنا واقع عليهم الحدث اه طبعا باتيمو هنا مثلا واقع علي الحدث هنا ده بيدل عن المجهول لباتيمو يعني هنا جملة لباتيمو ايتي فاكوي بارلو جوندارم يعني المبنى تم اخلاقه عن طريق ايه الرجال الشرطة يبقى هنا استخدم زائد المصدر للتعبير احيانا عن اللي يمكن طبعا حالة مشهورة جدا زائد المصدر او فعل اه زائد المصدر برضو اه ده بيدي معنى مجهول امقول ايه يعني هعمل عملية او الجراحة هيعمل اللي انا العملية يبقى اسمها سوفير او بري يعني يقع علي الحدث او يقع علي العملية يبقى سوفير اه زائد المصدر او سولي سي زائد المصدر يعني هجتي او بري بار شوريورجيان او بار شوريورجيان انا هيتعمل العملية عن طريق ايه الجراح فاقب بلي ان هنا سوفير مصدر يعني سوفير اما هنا ايه سوفير فولي يبقى ساب نفسه للسرق او ساب نفسه يتسرق سوفير مثلا توي ساب نفسه للاتل سوفير مثلا فربي ساب نفسه يتضرب او يتخبط فهنا بيبقى واقع عليه الحدث يبقى هنا بيدي معنا برضو المجهول او سي لسي زائد المصدر اقول ايه السوليس سوانيه سان بروبلم يعني ساب نفسه هتتعالج بدون اي مشاكل يعني ايه سوانيه فدي من الطرق اللي تم استخدامها للتعابير عن المجهول نرجحهم تاني بسرعة او الحاجة الفعل الضميري زو معنى مجهول لتس بوا شو او تاني حالة فعل المصدر بيدل برضو عن المجهول او يدي معنى المجهول من الجنود او يعني معناها يبقى هنا زائد المصدر تدي برضو المجهول او زائد المصدر معناها برضو هنا واقع على الحدث معناها تعمل عملية عن طريق الجراح او معناها سابت نفسها هتتعالج بدون مشاكل خالص يعني الاسوانية طبعا المبنى المجهول اللي هي شخصي ده طبعا من الطرق الرقم اربعة اللي هي الطرق للتعابير عن المبنى المجهول بعدم استخدام اللي احنا شرحناه في اول الفيديو ده مسلا اقول بعض الافعال ممكن استخدامها بطريقة شخصية الاسوانية وهذا الاستخدام يقل من اهمية فاعل الحدث ما بعرفش بوامين معناها معناها عدم تدخل هنا يعني ان تدخل فهنا ان احنا شعرفين من الشخص نفسه يعني في فرب يقول او تم التقرير او تم اتخاذ تم التوصيل تم التوصيل بعمل عمليات اسكرية او عمليات حربية يبقى ان اركمانده امول اليه يعني تم الاثبات او البرهان بان الشمس تشرك من الشرق يبقى ان بروف مين اللي ابرهن مين اللي اثبت مين اللي اوصى مين اللي قرر ما نعرفش ففي الحالة دي هناك بعض الافعال يمكن استخدامها بطريقة شخصية وهنا بنقلل اهمية من العمل الحدث لكن المعنى الجملة معنى مبني للمجهول ارجو تكونوا استفدتوا ان شاء الله انا هبقى انزل فيديو تاني فيه تمانين على المبني المعلوم من ارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وبالتوفيق ان شاء الله لجميع الطلاب ارجو ترجمة نانسي قنقر